اشتركوا في القناة في الايام دي قراءة القرآن على شخص ممسوس تحديدا يعني عنده سحر او حسد او الاخير بقول شخص ممسوس لكن النهاردة هتكلم عن رؤية قراءة القرآن على شخص بصفة عامة لا ممسوس ولا غير ولا شخص عادي فرؤية قراءة القرآن بداية تدل على انك شخص مستقيم وحفظ للامانات وتكره الباطل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكره الظلم وسوف تنتصر على اعدائك ووالى اخر كل المعاني الجميلة هتلاقيها في قراءة القرآن لان يستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يوريك القرآن في المنام كلامه وانك بتقرأه وابتتلو هذا الكلام وتكون الرؤية معناها غير محمود ابدا يستحيل فرؤية انك تقرأ القرآن على شخص بداية هذه الرؤية تدل على الشفاء لهذا الشخص الذي تقرأ عليه وكأنه مريض فتكون الرؤية معناها ان هذا الشخص سوف يشفى بفضل الله او انك تكون انت عندك هموم ومشاكل ووالى اخر فهذه الرؤية تدل على زوال الهموم زوال الهموم طبعا مش عايزة اتطرق لموضوع الشخص المسحور وقرأة القرآن عليه ارجع هتلاقي فيديو خاص بالرؤية دي رؤية القرآن الكريم من المصحف شفت في المنام ان انا فتحت المصحف وبقرأ القرآن الكريم دي رؤية تدل على علو الشأن وعلى المكانة العالية انك تشوف المصحف وتفتحه وتقرأ فيه لا 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 دي رؤية في منتهى الروعة ان انت شخص سيكون لك مكانة عالية في المجتمع رؤية قراءة القرآن الكريم ولكن يعني سبحان الله لا تفهم ما تقول هذه الرؤية ومع شديد الاسف تدل على حدوث مكروه لك ان انت فتح المصحف والمفترض انك بتقرأ القرآن فالقرآن دي انت فهمه مش شرط فهمه ان انت عارف معاني الالفاظ والكلام ده لا 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 ان انت في الرؤية شايف ان انت بتقرأ حاجة غير القرآن مع انك فتح المصحف هذه الرؤية تدل على حدوث مكروه لك ومع شديد الاسف قراءة ايات الرحمة للعزاب زواج وللمتزوجين خير ورزق ومال ايات الرحمة رؤية ايات العذاب هذه الرؤية تدل على التحذير من كثرة الذنوب والاخطاء رؤية واضحة كل ان انت تشوف في المنام ان انت بتقرأ ايات فيها عذاب وايات فيها مصير الكفار ووائل اخره معناها ايه؟ معناها ان ربنا بيلفت نظرك بيقولك خلي بالك اتعز انت عندك ذنوب ومعاصي ادي معنى الرؤية رؤية ختم القرآن الكريم في المنام هذه الرؤية من افضل الرؤى من افضل الرؤى ما معناها سوف يتحقق لك كل ما تتمنى وكل شخص على حسب حالته واحد نفسه في وظيفة ان شاء الله تتحقله بنت نفسها في زواج ولد نفسه في زواج امرأة نفسها في حمل ما تتمناه سوف يتحقق لك فضلا عن ان الرؤية اساسا بداية معناها ان انت لك ثواب كبير عند الله يعني سبحان الله العظيم كن ان انت تختم القرآن اصلا في الحقيقة ده له فضل كبير عند ربنا فكن ان انت تشوف حتى في المنام نفس المعنى ان انت ستكون من المقربين عند الله تبارك وتعالى وإلا لما اراك في المنام انك ختمت القرآن كلامه سبحانه وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته